هذه الموضيلات الملكية المنصعة بالأحجار الكريمة كلها من إبداعات السيد زين الدين 30 سنة أمضاها كلها بمجال تصميم الأزياء بدايتي كانت في 1990 بعيدة معرض الأزياء في الوطن وخارج الوطن قمت بابتكارات عديدة وخاصة مع دور الأزياء الفرنسية مثل الميزون كارفين في باري تصميمه المميزة شقت له الطريق نحو العالمية ليشارك بعروض دولية في العروض الأزياء العالمية التي قدمناها مع مصميم الأزياء العالميين هم كانوا من المغرب وكانوا من فرنسا وخاصة من باريس وصلنا أن برزنا نفسنا بكل بساطة برزنا نفسنا وبرزنا الزي التقليدي يعني الله يبارك الزي التقليدي عنده صدا عنده صدا والناس يحبوه بزاف ويلبسوه بزاف حتى أن شفنا كائن موثيلات وفنانات أوروبية ويبارك الزي التقليدي عنده صدا والناس يحبوه بزاف ويكون تتكرر هذه المعارض إن شاء الله وتتكتر هذه الحفلات وهذه العروض الأزياء هذه حتى أن كل واحد من المصممين يستنفع بالآخر ويقدم أحسن شيء لديها كل تحفة تعبر عن ثقافة معينة فمن الكراكو الجباق سنطينية والبلوزة الوهرانية يطمح هذا الشاب لإبراز التنوع الذي تسخر به الجزائر ترجمة نانسي قنقر